خبرة 17 سنة في موضوع سباق السيارات إيه اللي أنت نفسك تعمله أنت حققه هنا؟ أوه كتير ما عايز أصلي بيبقى عينه برا أو شاف برا بيبقى يعني عنده دايما حلمه طموحه أنه بقى موجود جوا بلده يعني أقول لك الحاجة ألزي حاجة خلينا أقول لك مثلا الآخر إيبنت حضرته برا كان في برازيل في البرازيل أه حليكم تخيلي ما تخش إيبنت برازيل أنا كتراجم الوبرايشن تيم كنت سافرت من دينة تيم بتاع الوبرايشن بتاع الإيبنت أنا كعمر بيش قادر أولا حضرتك على قمية الإنبساط أنك بيش عاوز اليوم يخلص من كتر ما فيه اكتيفيتز والناس بتيجي كل ويش والناس جاية كلها تتفرج وهو داي اوت ممتع جدا للعين هو بيبقى اليوم واحد ولا؟ أنا إيبنت تاعي ثلاثة أيام أنا تاتي أول يوم فيه درايفينج كاريرت بول عرض والإيبنت على يومين جمع والسبت كويس بتاع البرازيل بقى اللي انت كتفيه ده؟ حالك من تخيل بقى أنه هو يعني انت شعف تستمتع بالرئيس ولا تستمتع بالصاد إفنت اه الصاد إفنت بقى اللي الحاجات اللي جانبية بقى إيبقى حاجات أي اكتيفيتز بقى حالك تتخيلها بقى أي حاجة رأيتد للإنترتيمت لك دي جي اه فن بيز هو أكل وشرب بازار عايز تاخد حاجات تسكرية هتاخد عايز تاكل وتشرف هتاخد عايز تلعب بلاي ستيشن هتلاق أي حاجة مالإيشور كتت موجودة اللي هي السيميليترز اه اللي هي برضو حاجزة من حاجات اللي عندنا الارسيس كتت موجودة لعبات رموت كنترولز والله آآ لها تتكز غاية بتاع العربية بتاعت رموت كنترولز دي بتعملونا ودي ما وانا بدأك تلقى استنى بس استنى ده أنا العربية بتاعت رموت كنترولز دي بتعملونا سباق والله العظيم آآ وهنحطها سنة دي إن شاء الله في الرسم بتاع العالمين استنى أنا أحب الحاجات دي أهو بقى لي بقى إيه أنا أشترك إزاي وروح أشترك عربية ورعب بيها آآ آآ بتكلم جد أولا آآ والله العظيم ودي فيها منها كزا نوع لا حكي لي قصة الموضوع ده لا لا ده تجيت لي بقى فتفولة بتاعت زمان آآ رموت كنترولز دي هي عربية بجد عربية بجد آآ آآ عربية كنترولز دي كان عربية بجد بس طب مس حتها دي العربية بدوي عربية دي زي ما انت عاوز ممكن عبية تجيب عربية فورت تمشي على على زي الفورت بي فورت بالزبط على الرامل وعلى الجبال آآ ممكن تجيب عربية دريفت تعمل دريفت وممكن كبابية سرعة تجري والله؟ بالرموت؟ بالرموت؟ الدنيا تخارط خالص جداً آخر حكاً بزبالك عددنا لا يا فندم مش كلم ده فيش بالحجارة ده بلها بوجهات وبوجهات؟ دي بتتبقى فيين الحاجات دي؟ بتيجي مباره والله العظيم ودي بتعملولها؟ نعملها سانيدي طب المعايير ايه؟ يعني أنا دلوقتي يعني ما هم ممكن تبقى يعني مثلا معايير العربات التانية انت بتعملها بالسي سي الف سي سي الف خمسمائة سي طب خلينا نتكلم دي سبيد برضو خلينا نتكلم برضو في الارسي عشان لسه أول مرة نعملها السانيدي فإحنا حنعملها لك فان مع جواز ماشي يعني موضوع نتبسط بس نتبسط اللي عنده عربية ارسي بده مروح يلعب بيها كده هو أصحابه وفي أي تراك بزادي في تراك في اكتوبر بتاعه ارسي بس والله؟ ده لا مش عايش بقى فإحنا نعمل حاجة كده صغارة فيلد صغار كده عشان يتصور والناس يتفرج عليها طب أنا معاكم وانا معاكم لا بجد والله ما بقاركش تشوفوا الجارولي العربية ألعب بيها في الموضوع ده بقى لا بليش دعوة طيب خلي ده أرجع تاني لجزئية الخبرات اللي انت أخبتها بس فما سفرت بره بقى كان حلمي من ثلاثين قبل الكورونا بصراحة ان انا أعمل حاجة كبيرة زي بره كده يعني نفسي في مصر تبقى لديها حاجة كبيرة في الموتو سبورت لماذا لا؟ ريجا بلد في أوروبا مشهورة بس بطول عرض بيجيورها ناس من كل حتة في العالم عشان تبقى لعرض بتاعها في البلد بس كده بس كده فما شفت حاجات دي بره بقى قلت احنا عندنا هنا في مصر كمية أماكن مرعبة كسياحة وفينيوس وبلدنا حلوة فليه لا وده بقى اسم البطولة بدل نكتب ايجيب كتبناها مصر بش نعم براند نيم اللي اسمها مصر كويس وبالعرب وبالإنجليش مصر بالعرب وبالإنجليش طيب آخر حاجة الرسالة اللي هستقولها للناس اللي بتتفرج علينا والناس اللي أصلا كده كده بتشارك في بطولات الشبه كده ولو عايز تواجه أيا تسأل مثلا لنادي السيارات أي وزارة من الوزارات يلا بينا دي حاك ويسا يعني أنا أحب بشكر كل الناس اللي ساعتني أول جولة صراحة كلهم بلا سيسنا عشان منساش حد من وزارة الشاب ريوضة دكتور عشق صبحي صراحة على طعبة معنا وزارة خالق في السياح الرياضية وبعد كده بشكر جدا دولة مصرية اللي عملوه معي في الفينيو بتا العالمين بصراحة اللي هم ساعدوني كتير جدا وبعدني أشكر نادي السيارات على طعبهم معنا والإشراف اللي خاصة اللي هم جهة إشرافية اللي هم تابع للتحدي الدولي الإفاييه ساعدوني بكل حاجة كوراقيات وكتجهيز البطولي إحنا كنا بنجري كلنا مع بعض بصراحة برضو لا أنكر دور محمد بدوي اللي هو الاستيورد اللي هو حكم اللي واخد كرساتهم ببرة عشان يقف معنا على الأرض حقيقي ناس كلها تعبت معنا يعني بدون أي حاج ناس تعبت 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 جدا بطولات دي تتزعى عندنا ولا؟ اه اكسكلوسف نفعش بقى بعد كل ده يعني عم هلأ أقولك بقى كده وفي الأخر تتزعى في حتة تانية اكسلوسف تبقى موجودة عندنا حصل إن شاء الله بإذن الله البطولة اللي جاية في شارب والبطولة اللي بعدها إن شاء الله بإذن الله ده يشرفنا ده يشرفنا دي حاجة عظيمة ده أنا شافينا حد داون سبوت يعني ربنا خليك يا رب